الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث العلاقات الوطيدة ما بين مصر وتنزانيا وده من خلال اتصال هاتفي من الرئيس التنزاني والسفير بسام راضي المتحدد باسم رئاسة الجمهورية أكد أن الرئيس التنزاني استعرض مع الرئيس السيسي آخر تطورات مشروع سد ستجلر جورج طبعاً بيقام في تنزانيا بأياد مصرية بتشاهده شركة المقولين العرب وده بالتزامن مع اقتراب مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصل أخوة وصداقة وتعاون وأن السد التنزاني حيمثل نموذج يحتدى به للتعاون في القرى الإفريقية وأن مصر حتحرص على المشاركة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم التوقيع على عقد إنشاؤه